درجة حرارة جد مرتفعة ستخص أغلب المناطق الشمالية خاصة الغربية والوسطى خلال يوم الغد بإذن الله الجمعة في انتظار تساقط أمطار عدية بكميات معتبرة إن شاء الله قدوم استراب جوي بداية من يوم الأحد سيكون محمد بتساقط أمطار عدية محليا معتبرة بكميات قد تتعدى 50 مم محليا خاصة فيما يخص السواحل الوسطى والشرقية للوطن ويعني الأمطار ستخص أغلب المناطق الشمالية الوسطى والشرقية وبعض الولايات الغربية فيما يخص مشاهدين الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من تبسى خنشلة كذلك سوق هراس قلمة طارف عن نابا سكيكدا قسنطينة سطيف بيجايا جيجل حتى فيما يخص تيزي والزوء الجزائر العاصمة البليدة البويرة بومردأس أيضا فيما يخص ولاية شلف فالأمطار إن شاء الله ستكون حاضرة كذلك على ولاية تيارت وسيدي بالعباس لكن الأمطار فيما يخص الولايات الغربية ستكون بكميات ضعيفة لن تتعدى 20 مم محليا أما على وسط وإن شاء الله شرق البلاد فالكميات ستكون إن شاء الله محليا معتبرة إن شاء الله تكون أمطار خير وتشير النماذج الرقمية كذلك على أنه في احتمال يكون في تساقط لبعض الثلوج على القمام التي يفوق علوها الألف والمائتين متر إن شاء الله فيما يخص مشاهدين الأمطار ستكون بداية من يوم الأحد حسب النماذج الرقمية تستمر إلى غاية يوم الأربعاء على الأقل أكيد أكثر تفاصيل ستكون في موعدنا الإخبارية اللاحقة ومع هذه الأجواء الممطرة المرتقبة تكون إن شاء الله بداية من بداية الأسبوع فأكيد سيكون فيه تراجع ملحوط في درجات الحرارة الدنيا والقصوى إن دفاع كتلة هوائية باردة ستخص أغلب المناطق الشمالية للوطن إلى ذلك الحين تبقى درجات الحرارة جد مرتفعة خاصة خلال يوم الغد الجمعة ستتعدى بإذن الله 30 درجة فيما يخص وهران عينتي موشنت مستغانا الجزائر العاصمة تتعدى 29 درجة بإذن الله تزيب وزو 30 درجة شلف غريزان سيدي بالعباس مع سكر وتلمسان تتعدى 31 درجة إن شاء الله فيما يخص مشاهدين الأغواط تقارب 30 درجة قل ماسو قهراز نفس المقياس قسانتين 27 درجة أم البواقي 28 درجة فيما يخص بسا وخنشلا ستقارب إن شاء الله في حدود 27 درجة الولايات الجنوبية بإذن الله كعلى مقياس 37 درجة ببرج باجي مختار وإنقزام أدرار تمياوين وأرقان فيما يخص مشاهدين ولاية تندوف ستصل إلى حوالي 35 درجة كذلك ببشار وإنصالح أما على غردايا زلفانة المنيعة الوادي المغير وتقورت إليزي وجعنات ستصل إن شاء الله إلى حوالي 37 درجة مع تطاير زوابع رملية فيما يخص بسطة الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري على الأمم الأجواء خلال يوم الغد الجمعة والسبت ستكون مشمسة رابعية بامتياز على مجمل ولاية الوطن أما توقعات حالة البحر فالرياح خلال يوم الغد إن شاء الله فيما يخص الصواحل الوطنية ستكون من ضعيفة إلى معتدلة تصل إلى 40 كم في الساعة بالتالي البحر سيكون مصطرب وأحيانا جد مصطرب خاصة بداية من أباخي ظاهرة يوم الغد الجمعة على السواحل الشرقية وممكن تصل سرعة الرياح إلى 50 كم في الساعة الرؤية دائما متوسطة وعلو الأمواج يتراوح إن شاء الله بين المتر إلى المترين على طول الشريط الساحلي إذا المشاهدين الكرام درجة حرارة جد مرتفعة خلال حتى نهار اليوم الخميس يوم الغد الجمعة ويوم السبت قد تتعدى إن شاء الله لـ 31 درجة فيما يخص المناطق الشمالية الغربية في انتظار إن شاء الله سجل تساقط أمطار بكمياز معتبرة بداية من يوم الأحد إن شاء الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة